السلام عليكم اهلا بكم معكم محمد علي و اهلا بكم مع فيديو جديد اولا كل سنة وانتو طيبين في فيديو بتاع النهاردة هنتعرف على صرح ضخم جدا للمعرفة وللعلم والاي واحد حابب ان يطور من نفسه وحابب ان يكون عنده معرفة حاجة من الحاجات المميزة والحاجات اللي موجودة واللي وجدت في الفترة الاخيرة في مصر هنتكلم النهاردة عن بنك المعرفة الكلمة دي انا سمحتها من زمان ومدورتش فيها ومفكرتش فيها بس لما دخلت عليه وسجلت فيه وبدأت ان انا نشوف الكورسات والحاجات اللي متوفرة عليه اكتشفت فعلا ان هو يعني يصدق تسميته ببنك المعرفة عليك كم ضخم جدا من الكتب ومن المعلومات ومن الحاجات اللي هتفيدك ومن الحاجات اللي هتعلمك وتخليك تطور من نفسك ويتفيد نفسك طيب البنك المعرفة ده يعتبر يعني اكبر محرك بحث على مستوى الوطن العربي عشان تروح لبنك المعرفة بكل سهولة كل ما عليك فعله انك هتروح على محرك البحث الخاص على الجهاز بتاعك وتكتب فيه بالعربي بنك المعرفة هتلاقيه اول خيار يظهر قدامك طبعا ويظهر لك هنا لو ركزت شوية الرابط الخاص ببنك المعرفة يعني انت لو عملت الwww وحطت .abk.eg.e.r هتلاقي ده اللينك الخاص ببنك المعرفة طيب ظهر لك اول خيار هتدخل عليه هتلاقيه ظهر معك كده اول ما يفتح معك بيفتح معك بالشكل ده عندك هنا كده اربع بنود اربع بنود في الطلاب والمعلمون وفيه الاطفال وفيه الباحثين وفيه الكرة تمام؟ طبعا كل حاجة متوفرة وليها برامج وليها قرصات وقادر انك تتفرج عليها بس قبل اي حاجة وقبل ما تاخد اي خطوة المفروض انك تسجل في الموقع التسجيل في الموقع ده للمصريين بالمجان بتسجل مرة واحدة بس بالرقم القومي الخاص بك يعني ما ينفعش تسجل اكتر من مرة برقم القومي بتسجل به مرة واحدة وبتكون قادر انك تطلع على كم كبير جدا من المعلومات هنبدأ مع بعض دلوقتي بطريقة التسجيل وهناخد الخطوات واحدة واحدة عشان الكل يتعلم اول حاجة طبعا انا ظاهر عندي البرنامج او ظاهر عندي الموقع باللغة العربية لو ظاهر عندك الموقع باللغة الاجنبية ممكن تغيره من الخيار ده شايف انت هنا كلمة انجليش هدوست عليها الموقع كله هيتحول معي للغة الانجليزية طيب انا عايز باللغة العربية هختار اللغة العربية هيرجع معي لموقع باللغة العربية ده اول نوطة وده اول هام بعد كده في هنا طبعا الرئيسية والتسجيل والبحث والمصادر والحاجات دي كلها قبل ما هتروح لاي حاجة يفضل انك تعمل عملية تسجيل بالميل الخاص بيك هتعمل هنا هتروح هقولك اختيار حساب جديد اختيار حساب جديدك هنا انت بقى هتختار حسب ما انت عايز لو انت طالب او معلم هتروح على بوابة الطلاب والمعلمين وهتلاقي عليها كمية كبيرة جدا من الكتب الخاصة بي طبعا سواء كانت كتب الدراسية سواء كانت شروحات لدراسات معينة سواء كانت يعني كتب معرفة عامة بخصوص المنهج او تدور حول المنهج بطريقة اوسع ولو انت من الكراء هتلاقي موجودة وبوابة الاطفال متوفرة برضو هتختار البوابة اللي انت عايز ولكن انا هسجل على بوابة الكراء طبعا هنا هتدخل الاسم الاول وهنا هتدخل الاسم الاخير في الخيار ده هتدخل البريد الاكتروني الخاص بيك وطبعا هنا هتعمل تأكيد البريد ممكن تاخده كده كوبي وبعد كده هتعمل كنترول في في الخيار ده هتدوس على كنترول وفي لو ما عملش معاك الخيار ده اكتب الايميل تاني مرة بكل سهولة طبعا هنا الحاجات دي كلها اختيارية يعني هي تختلق قطاع اللي انت شغل فيه والوظيفة والرقم التأميني والتخصص والحاجات دي كلها عايز تدخلها دخلها مش محتاج انك تدخلها مش مكبر يعني انك تدخلها عشان تم عملي التسجيل يعني انت عندك هنا فيه بنود يعني بمعنى اضك انا لو شلت الميل ده دلوقتي وعملت له قط وحاولت ان انا اتعدى كده هيقول لي هزا الحقل مطلوب يبقى الحاجة اللي بيزهر لك تحتها هزا الحقل مطلوب ويعملك عليها علامة حمرة بالش ده لازم تسجلها ولازم تكتف فيها طيب حاجة ما ظهرتش يعني الخيارات اللي موجودة تحت دي ماشي ظهرها واسم الشركة والتخصص والحاجات دي كلها مش محتاج لي بعد كده هتدوس ان انت اتمامت الكراءة طبعا هتدخل النص اللي ظاهر هنا ده هتدخله هنا طيب النص مش ظاهر من الخيار ده هتجيب نص صغير ونص كده اسهل وواضح واحدة اربعة خمس صفر هتدخل النص ده وبعد كده هتعمل ارسال بيقولك هنا ان تم تنفيذ طلبك بنجاح شكرا لتسجيلك في بنك المعرفة هستصلك رسالة تأكدية على بريدك الالكتروني طبعا بعد ما بتدوس ابدأ رحلتك بتروح بقى هنا على تسجيل الدخول بتدخل الاميل اللي انت سجلت بيه وبتدخل الباسوورد اللي انت هيفتح معاك مباشرة طب بالشكل ده واسمك هيظهر هنا بالشكل ده وبعد كده هتدور بقى على البحث العلمي او اي حاجة انت محتاجها وطبعا من الخير اللي ظهر دلوقتي ده انك تعمل حفظ الباسوورد بتاتك على المستعرض الخاص بيك وبين هنا بقى بتكون قادر انك تتصفح الحاجات سواء كان باللغة الابجودية سواء كان انت بتدور على كتب معينة او محركات معينة هنا بيقولك ان دي مختارات الكتب الحاجات اللي انت عايز تتكلم عنها او انك تحط كلمة في العنوان تعمل سيرش عليها هنا كده او انك تروح للصفحة الرئيسية ومنها تبدأ تتحرك مثلا على بند الاطفال تمام طبعا من هنا كده بقى هتبطير انك تختار تنزل في الخيارات لحد ما تلاقي المرحلة الدراسية هتدور مثلا انا عايز وليكن الرياضيات هختار السنة الدراسية اللي انا عايزها لو كان رياض الاطفال مستوى اول مستوى تاني الحاجات دي كلها مثلا الصف السادس هتحدد الفصل للفصل الدراسي الوحدة الفصلة والوحدة واسلا الوحدة التانية هتبدأ انها تظهر معاك دلوقتي زي ما احنا شايفين هيبدأ الشرح معاك زي ما انت شايف كده هتدوس على اي حاجة هتلاقي الشرح معاها بتاعها يبتدي يظهر سواء كان من خلال فيديو تمام او من خلال كتاب مشروح بالشكل ده طبعا ممكن تحوله بالشكل ده كده وتكبر شكل الايكون او ممكن تعمله من هنا عملية دابولود وتنزل الكتاب المتوفر والموجود بالشكل ده ولو رجحت تاني لقصة طبعا الكتاب ده متوفر ضمن باند ديسكافوري الخاص ببانك المعرفة لو رجحت تاني للصفحة الرئيسية الخاصة ببانك المعرفة ودخلت في باند تاني وليكن باند الطلاب والمعلمون هتلاقي فيه حاجات كتير جدا وشروحات كتيرة جدا اختار اي حاجة وتعمك فيها وتدخل فيها وتعمل طبعا بحث متقدم تصل الحاجة اللي انت عايزها والحاجة اللي انت محتاج لها من الحاجات كمان اللي هتكلم عنها النهاردة والمهمة جدا بتروح من تبويب مصادرنا فوق كده هتروح على حاجة اسمها كل مصادرنا زي ما انت شايف بدأت معاك بالشكل ده طبعا دي كلها مصادر انت قادر على التعلم منها وانك تجني منها كم كبير جدا من المعلومات ومهم جدا كمان ان في يعني لو دخلت على الخيار اللي موجود قدامك ده يعني مكتوب يفتح الوصول غير المحدود الى الالاف من اشرط الفيديو القصيرة التي تغطي اكثر من خمسمية من تطبيقات اليوم والبرامج الاكثر استعمالا يعني بمعنى دك هديك كرصات فيه برامج مهمة جدا وبرامج هتفيدك جدا طيب انت عايز تدخل في ده هتروح تضغط عليه بالشكل ده وتدخل فيه الخيارات زي ما انت شايف كده طبعا هنا انت محتاج انك تسجل تاني سواء كان هتسجل بنفس المي اللي انت سجلت به او هتسجل باميل جديد هتعمل كريو تانيو لو انت لسه مسجلتش ولو انت سجلت فيه قبل كده زي ما انا عملت هتعمل على اللوكين واتدخل ميلك وبصوردك وتدخل مباشرة وطبعا الخيار ده علامة الصح دي لو انت علمتها شلتها كده يبقى هو كل مرة هتطلب منك الميل والبصورد طيب لو علمت بقى خلاص كده هتسجل مرة واحدة وبعد كده همتطلبها مع نفس الجهاز كل مرة هتدخل هتلاقيه داخل معك مباشرة من غير ما تسجل تاني هتدوس بقى لوجين هيدخلك على طول طبعا هنا ممكن تعمل سيف يحفظ البصورد مجرد ما سجلت ظهر هنا الاسم كده مجرد ما حط لك اسمك هنا ايا كان هنا هخط لي محمد خلاص يبقى كده التسجيل بدأ تمام؟ هنا ممكن تنزل كورس لستنج تنزل الليستة الكاملة للكورسات بحيس تشوف الحاجة اللي انت محتاجها او لستة الكورسات لو دست علاقة كده هتبدأ متحمل معاك على هيط ملف بي دي اف لو عملنا لو بدي التحميل وبدأنا احنا نشوف وبعد ما ينزل هنشوف لستة الكورسات المتاحة على الموقع طيب ومن هنا ممكن تعمل براويز وتبتري انك تدخل على الكورسات على طول مهم جدا انك تبقى عارف ان انت اي حاجة هتسجل فيها هتديك شهادة معتمدة وهتعمل اختبار على الانترنت وهتكون حاجة كويسة جدا لو شفنا الشهادة لستة الكورس النزل دلوقتي وعملنا لها فتح زي ما انت شايف الليستة دي فيها كل الكورسات اللي موجودة وطبعا مترتبة حسب الحروف فيها شرح كل حاجة يعني هنا عندك فيسبوك وتويتر والحاجات المتاحة جدا والتطبيقات المتاحة والمتوفرة لاغلب البرامج وتطبيقات المتاح زي ما قال لك وشرحها لك بالتفصيل دي لستة الكاملة لو انت اخدت اي اسم منها وبحثت عليه هتلاقيه متوفر في البند ده او في التبويب الخاص ده بالشرحات طبعا هنا الاشتيميل والحاجات دي كلها او تلقي اي حاجة انت محتاجها قادر انك تلاقي لها شرح مميز يعني هنا من الافتر الفيكت الافتر الفيكت ده من البرامج المنتاج المهمة جدا لو روحنا دلوقتي وخلاص كده رجعنا للموقع وبدأت انك تتصفح طبعا اي حاجة تحتاجها من الليستة اللي نزلت دي هتعملها سلش هنا في البند ده هتلاقيها موجودة طيب هتحرك كده تختار الحاجة اللي انت عايزها لو انت عايز حاجة من الحاجات اللي ظهرت قدامك دي على طول يعني بمعنى ادق لو انت عايز مسلا وورد الفين وستاشر عايز تعلم البرنامج كمسال هتدخل على البرنامج بالشكل ده طبعا اغلبية الشروحات اللي هنا بتكون موجودة باللغة الانجليزية مفيش اي مشاكل انت لو اخترت اي درس الوقتي ودست عليه طبعا الدرس ده مكون او البند ده من الورد مكون من اربع داشر درس ومكتوب هنا مدة كل فيديو شرحها قدية هتختار اي فيديو منهم بدأ الفيديو معاك بالشكل ده زي ما انت سامع وزي ما انت شايف ان الفيديو يشغال باللغة الانجليزية طيب انا مش فاهم اللغة الانجليزية ومش فاهم اي المكتوب او مش عارف اوصل كل دي اللي هتعملوا هتلاقي ظهر لك هنا كده صبعا موجود كلمة انجليش لو ركزت معايا وروحت للجنب كده هتلاقي موجود كلمة هتحولها وتنزل في الخيوات لحد ما تلاقي كلمة طبعا كده هتظهر لك الترجمة لكل كلمة بيتكلمها او كل كلمة بشرحها الشخص اللي في الفيديو بحيث انك تعلم منه والمعلومة توصل لك كاملة لو اللغة الاجنبية عندك مش كويسة او مش في بعض الكلمات هتسقط منك. هيبدأ الشرح معك بالشكل ده البند اللي هو بتكلم فيه او الكلمة اللي هو بشرحها هتلاقيها متعلمة باللون الاصفر. يعني لو تبعت بعينك وسمعت بودنك هتلاقي الشرح متماشي مع الكلام تماما. طبعا بتسجل في اي كورس وبعد كده بتكون قادر انك تاخد شهادة منه. يعني لو رحنا دلوقتي كبرنامج تاني او كمثال تاني. طبعا هنا فيه وتختار اي واحد فيهم حسب ما انت حابب وحسب ما انت عايز. هيبدأ مسلا الدرس على طول. هيعلمك ازاي انك تنشئ مشروع ويعلمك حاجات كتير جدا مش مش متوفرة في المحتوى العربي صراحة ومن السهل جدا انك تاخد اي كورس بطريقة مجانية وبطريقة مميزة جدا. لازم تتعلم ولازم توصل لنفسك المعرفة ولازم تسعى انك تطور من نفسك وتطور من ذاتك عشان تعرف كل يوم حاجات جديدة. ودلوقتي خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا ليكم وشكر لكل الناس اللي تبعتني وصلت معايا لحد هنا. كان معاكم محمد عليها كل سنة وانت طيبين جميعا.